بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا وحبيب السلام والسلام من أمراض القلوب الخطيرة والتي تعتبر نتيجة للتباغض وهو التدابر والتقاطع يعني قد يبغض الإنسان أحدا فيجاهد نفسه حتى لا يقاطعه لكن إذا عظم البغض في القلب سيدفعه لكي يدابر ويقاطع ما معنى التدابر؟ أي أنه إذا رأى صاحبه أو أخاه يأتي من طريق يتحاشى فيعطيه الدبر أن يفر من الطريق حتى لا يلقاه يتحاشى لقاء أخيه ما يتمناه شيء يلقاه يعطيه الدبر لا الله يحفظه يستريار ثم بعد ذلك يقاطعه ما معنى يقاطعه مش يبقى يهرب منه فقط يقاطعه لا يريد أن يكلمه لا يريد أن يسمعه فيحدث التقاطع وهذا هو الخطر إذا تقاطع المسلمون ماذا يفعلون؟ سيصبحون أعداء لبعضهم البعض وسيصبحون عياذا بالله يطبقون مخططات أعدائهم بينهم يقول تعالى هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض منين تقاطعوا الدبر كتولي شيء ينقم على شيء شيء يكيد شيء كما هو حال الأمة الآن قال ابن عباس تفسير عجيب هالآية قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم واسبوا العذاب لفوقكم نحن تصورنا أن العذاب لفوقنا شكو هو؟ هو الصيحة من فوق هو الطوفان هو كل ما ينزل من السماء الحجارة من سجين ومن تحتكم هي الزلازل والبراكي لك إيش قال ابن عباس؟ والله أمر عجيب قال قل هو القادر على أن يبعث عذاب من فوقكم قال عذاب ديال من؟ العذاب ديال من فوقكم يدي الآباءكم وأجدادكم معناها أما يرزقكم سيد رب الوالدين واسمه ظلمين فهو عذاب ومن تحت يرجو لكم أولادكم مش يمزينين يعيش الإنسان الوالدين ديالو عصات سكيرية يحاربوا الإسلام وأولادك التحت عصات يحاربوا الإسلام فأنت في نيران عذاب من فوقك الأصول عذاب من تحتك الفروع ويلبسوا بعضكم بعضا شياء يلبسوا شياء تصبحون شياء عن عياذا بالله فرقا وتواقف يعادي بعضها وبعضها وهذا الذي حذر منه رسول الله فقال لا ترجعوا بعد ضلالا يضربوا بعضكم رقابة على كل حال أنا الآن هذا المقصود من هذه الكلمات هي لاختصار بشدة فأقول إن شاء الله تعالى إذا تباغض إذا تدابر مسلمان خوز أشكوا في المن بسلس خطار ثلاثة لا ترفعوا صراطه فوق رؤوسهم رجل أم قاملوا وهم له كريون وأخواني باتا متصاريمين لا يقبلوا الله صلاتهم وامرأة باتت وزوجوها عنها صاخر هذا السلام يقبلها الله تعالى وخيص الله نزيد الكثير تعرضوا الأعمال من إثنين والخميس على الله فيتقبلوا الله ويغفلوا كل موحد إلا لأخوين متصاريمين متشاحنين متقاطعين متدابرين يقول الله للملائكة عند رفع عمالهما ردوا عليهما عملهما حتى يصالها الله فهمتوا نمزي ولذلك واسمه الحل هو الصلح فلا بد من إجاد مؤمنين يصلحون بين الناس فالصلح هو من عمل الأنبياء قال رسول الله هل أدلكم على خير من الصدقة والصلاة وكذا قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول أحلقوا الشعر لا أقول تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين إذن اصلحوا بين الناس وارب يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوته أجر عظيم إصلاحوا بين الناس يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ونحن رحل جاي العيد وجاي فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام يقول لي وحدنا مشيت عنده وقت له السلام وعليك ما بغش يقول لي فقد باء بإثمه وإثمك المهم أن تقول له السلام عليكم لأنه لما كنتم تقاطعين ما يقبش الله تبارك وتعالى منكم السلام ونهار العدمة الدوش الجائزة ومن قاطع أخاه عاما ثم مات لقيا الله كأنه سفك دمه وصل الله على حبيبنا مهما